سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقهر بيكم فيديو جديد فيديو النهاردة الصراحة كده هيكون فيديو درداشة وعايزك تقعد معي وتركز معي لو انت مصمم او لو انت داخل لسه في عالم التصميم وحابب انك تكون مصمم او مثلا انت متخوف من الزكاء الاصناعي والكلام ده كله فمعلش مش اقول لك ولا تعمل القهوة ولا تعمل القهات لك سندودش كده حلو عشان ايه ولا قهوة ورانيلة القهوة بتجيب امراض لا القهوة حلوة صراحة باشر بقهوة كمان بس الفكرة ان انت ايه يعني ولا تجيب حاجة اعود كده واسمعني بس كده مش عايز اكتر ولا تقوم ولا تجيب ولا تعمل حاجة اعود واسمعني بص يا سيدي انا حابب اتكلم معكم بالخصوص او يعني بخصوص النقطة دي وهو ان الزكاء الاصناعي بالفعل ممكن ياخد مكانك انت في المستقبل كمصمم او ممكن بالفعل ياخد مكانك في حاجة تانية ممكن تتطور مع مرور الوقت اولا خليني احكي لك قصة كده حصلت معي لما انا كنت في مصر انا اديت رقمي يعني اللي هو رقم المصري لكل الناس وحتى حطيته عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وديت الرقم ده لكل الناس حرفيا على اساس ان اي حض يتصل بايا معي في اي وقت كون ان انا بقت جنبكم متاح لك ان انت تتصل بايا في اي وقت يا معلم تسألني بشكل مباشر بردل يعني بدل ما تكتب لي في الرسائل والكلام ده كله لا اتصل بيا على طول وانا تحت امرك لقيت لك في واحد اتصل بيا الساعة تلاتة ونص بالليل وانا اصلا بحاول انام يعني طبعا جالي اتصل زي ده في الوقت ده اكيد هرد يعني ممكن يكون حاجة لقدر الله حصلت فرديت على الرقم هو كان رقم غريب بدون اسم يعني فرديت على الرقم لقيت لك واحد بيقول لي او استاذ عبل لطيف معي قلت له ايوة مين معي حضرتك قال لي انا فلان فلان حتى مش ناسي يعني الصراحة مش فاكر اسمه وكان بيسألني بخصوص هل الزكاء الاصطناعي ممكن ياخد آآ آآ الشغل هو كمصمم في المستقبل انا الصراحة كاتردد فعلي الطبيعية قلت له يعني انت سؤالك ده ما كانش ممكن تستنى لحد الصبح قال لي والله انت لو تعرف كمية الارق اللي انا فيها وان انا مش عارف انام بسبب الموضوع ده من كتر التفكير مش انت مش هتصدق او انت هتقول ان انا ببالغ لاني التصميم ده هو اعتبر حياتي وشغلي ولا انا باكون منه عايش فبان ساعتها بقى عرفت ان بالفعل ده مش مجرد حاجة الناس مديا لها يعني فقاع الفاضي او مديا حجم اكبر من حجمه لا بالفعل ده تخوف ناس الله اعلم ممكن يكون نابع مش اقول عن جهل ممكن يكون نابع من تخوف فعلا ان الزكاء الاصطناعي ممكن الحاجة اللي انا كنت بروح لها المصمم ممكن ان انا بالفعل الجأ للزكاء الاصطناعي يعملها لي فخليني اتكلم بقى في النقطة دي بص يا سيدي اولا الزكاء الاصطناعي جاي عشان يسهل علينا حياتنا مش جاي عشان يستبدالك انت مين اللي عمل زكاء الاصطناعي ده احنا البشر صح مين اللي برمج الزكاء الاصطناعي ده احنا البشر الزكاء الاصطناعي ده لما جاء اتضرب في الاساس اتضرب على ايه على تصميماتنا احنا البشر فيهمت النقطة? احنا السرزة. احنا المصدر بالنسبة للزكاء الاصطناعي. احنا الاساس. دي اول نقطة. تاني نقطة. خليني ابسطلك المعلومة دي بشكل اكبر بكتير جدا. سمعت عن فنان اسمه دافينشي. مش ريزوف لا. ده اللي هو ليوناردا دافينشي. اي فنانين تانيين يعني. ايا كان. لو انت بسط لي لوحاتهم. بالصراحة يعني انا واحد ما بفهمش في الفنة لا ان دي مجردش اخبط على على لوحة بيضة يعني. مش يعني مش شايف فيها الاحترافية او الشيء اللي يبهرني انا كواحد اه ده بص الجمال مش عارف طلع لي منين وجايل لي منين وكلام زي من الناس باسمعهم من ايه? الناس اللي هم الفنانين دول يقول لك بص انا شايف روح الصورة جايا لي والحاجات اللي بيقولوها دي. لأ انا مش فهم الكلام ده. تمام? انا مش فنان انا مش فهم. بس هم فاهمين. فبالتالي الحاجات اللي انت بتشوفها دي مجرد شخبطة على يعني على لوحة بيضة في غيرك بيشوف هدكين زي لا يقدر بسمن. مجرد فاصة معمولة متلونة ممكن عائل صغير لسه في تانية دا يا مالك احسن منها. ده بقى ليه? مسلا سعر اللي هو حديد يقدر مسلا بمزانية دولة. يقول لك مسلا بخمسمائة مليون او واحد مليار او متين مليون او ميت مليون. وصورة زي زكاء الاصنوعية دي حرفين ما تسويش اتنين ساخ. ان الانسان ضف قيمة للشيء ده. يعني انا قلت لك اني مسلا افتراضا. حقيبة افتراضا زي دي. مجرد حقية بعدية. مصنوعة يدويا على اي دي انا كانسان بتدي ها قيمة اكبر بكتير جدا من ان انا ممكن اجيب اي حاجة جهزة مسلا افتراضا زي دي. ماك انا بتصنعها. ممكن تعمل منها مية في دقيقة. دي سعرها نقول جنيه. دي سعرها ميت مليون جنيه. افتراضا يعني طبعا ده بيضعونا في الطيارة يعني. مسلا باتكلم على ايه? ان هي دي النقطة فاهمني? ان ايه دك انت اللي بتصمع الشيء او بتصمم الشيء ده هو اللي بيدي له قيمة. ليه? لان فيه تعب ومجهود وفيه مسلا افتراضا اه قصة وراء الشيء ده. يعني مسلا افتراضا انا كعبداللطيف هصمم صورة او ان انا هرسم صورة. الصورة اللي انا هسممها دي هحط فيها احساسي على حد ما يقولون بقى الفنانين وكلام ده الكل انا مفهمش او في كلام ده بس بيقولك انا هحط فيها احساسي. حطيت احساسي فيها قدت قصة للشيء اللي انا رسمته. بالتالي خليت للشيء اللي انا برسلمه ده مهما كان سايق ليكون ليه معنى ينعكس على الشخص اللي بيشوفه. لان انا عارف انه وراء الشيء ده قصة فبالتالي بيدي له قيمة. القصة وراء الزخاء اللي صناعي. ده مجرد اكواد ايه قصة مش فاهم? حتى لو هو كتب له قصة من دماغه ايه قصة? لأ انا عايز قصة حقيقة انت جده مبرمج ان انت تكتب لي قصة. لان انا عايز قصة حقيقة. فبالتالي بتلاقي حتى عندك في عالم الاساس ان الاعمال او الاشغال اليدوية بتبقى قيمتها اعلى بكتير جدا من الماكن اللي بيعمله. طب وهو الماكن ممكن يعمل لي ميت الف كوباية. الماكن ممكن يعمل لي عشر سجاجيت في الساعة. بس في واحد ممكن يعمل لك سجادة واحدة في الشهر كله. طب ايه الفرق بين ده وبين ده? ده عمل اليدوي. طب العمل اليدوي ده سعره بيبقى كام? ممكن يقول لك مسلا سعره ميت الف دولار. طب السجادة التانية اللي هي الماكنة ممكن تعملها لك كلها على ميت دولار مسلا افتلها. فشوف فرق بين ميت دولار لميت الف. فده الفرق ما بين العمل اليدوي او الاعمال اليدوية والاعمال اللي بالفعل الماكن بيعملها بكل سهولة وما بتكونش مجهود ولا وقت. حتى انت تلاقي دايما الاعمال اليدوية دايما بتكون ذات قيمة. دايما بتكون هي الحاجة اللي بتدي قيمة للشيء. يقول لك مسلا لا ده على فكرة ده معمول بلياد سعره اغلى. انت لما تروحت مسلا يعني انت لما تروح لأي محل حياكة او ملابس او محل كده بيبيعت انتكاد او حاجة. يقول لك لا الاعمال اليدوية دي سعرها غالة شوية بيخليها على جنب والاعمال التانية اللي بتيجي لجازة دي سعرها كده على جنب. لان العمل اليادوي دامن بيكون فيه مجهود وتعب وبتاع فبالتالي بيكون قيمته اعلى. نفس الفكرة. الزكاية الجاي عشان يسهل عليك انت كمصمم. انا مسلا واحد مبافهمش في فوتشوب. افتراضا يعني احنا بفهم في فوتشوب انا بعلمه للناس بس انا مش مصمم. افتراضا يعني. انا مثلا يا اعتبر ان انا واحد بلله قدامك. مبافهمش فلтовتشوب. محترامل الناس يعني متأضي يعني ايه? انا مبافهمش في اي حاجة فلтовتشوب. معرفش. الفوتشوب دا بالنسبة لي مجرد برنامج. لما بفتحه بتخض. لما انا بقى افتح الفوتشوب ده. ابص قدامي. الاقي فيه ادوات وحاجات كتير. انا بفهمش فيه. اروح لوحد فاهم وقل له اعمل لي واحد اتنين تلاتة. فعشان انا فاهم فانا بعمل الحاجة دي وباخد بدلها مقابل. فهمتوا النقطة? ده اول حاجة. تاني حاجة. انا واحد بفهم في فوتشوب. ثانيا بقدر اعمل تصميمات. بس التصميمات اللي انا بعملها انا اسف يعني مش تصميمات. دي هي مسروقة او متاخدة. متاخدة كوبي. متعدل عليها. نمصح كلمة مسروقة دي خالص. يعني تصميمات متاخدة. متعدل عليها. مسلا عندك موقع اسمه موقع ده مفيش واحد في الوطن العربي ما يستخدمهوش. انا هنفع اقول عليهم مصممين? للاسف لا. اللي بيستخدم حاجة موجودة بالفعل مسبقا وياخدها ويعدل عليها ويدمجها مع حاجات تانية. ده مسموش مصمم. للاسف. للاسف. انا اسف والله. انا اسف اني صدمتك. بس ده مسموش مصمم. المصمم اللي هو بيمصمم حاجة من الصفر من صفر للنهاية. يعني مسلا انا محتاج شيء محدد. الشيء ده انا هصممهه من الصفر. من دلوقتي وانا معك. الا لما خلصه. مش مش اخد فيه حتى لو خط. مش اخد فيه حتى لو شرطك كده من تصميم اخر. ده المصمم الصح ده المصمم اللي بالفعل ده اسمه مصمم. ده اللي هو بالفعل المصمم. انما واحد بياخد تصميمات. بيعدل عليها. بيعمل عليها. زي على فكرة انا بعمل كده? انا ما بقولش اني مصمم اصلا. انا كل فكرتي اني بعرف اشتغل على الفوتشون. وبشرحه للناس وبشرح الادوات اللي بيعملوها عشان كواحد بقى عنده الفكرة الابداعية ان هو يقدر يستخدمها ويطلع منها شغلي بالفعل او حصري تماما او ابداعي تماما من غير ما يستخدم شغل لحد تاني ده ان انا القب عليه اسمه مصمم. انما ناخد شغل لحد تاني وبعد كده اعدل عليه وبعد كده اطلعه للناس ان ده كشغلي ده مصموش مصمم. عنا اسف يعني. فالناس اللي مشغلة بالاسطلوب ده هي خايفة من ايه? خايفة من ايه? ما اتكده كده اصلا بتاخد شغل للناس التانية وبتعدل عليها. ما ناس زكاية الصناعي اللي بيعمله? بياخد شغل للناس التانية وبيعدل عليه. انت متخوف من ايه? حقيقي انت متخوف من ايه? يعني الزكاية الصناعي لما انا مسلا اجي اطلب منه حاجة من الصفر هو بيعملها لي. بيعمل هالي بناء على ايه? بيعمل هالي بناء على التدريبات اللي اخذها من تصميمات ناس تانية. او من صور تانية وده مجالي كده مع بعض وضرب هالي في خلاطه طلع لي الشيء اللي انا عايزه. ممكن يطلع بشكل حلو ممكن يطلع بشكل وحش. صح? اي شيء شغال بنفس يعني شغال بنفس الاسلوب. من زكاء الاسناي. ايه اللي فرق بقى بين الزكاء الاسناي? اللي هو بياخد افكار الناس تانية او بين واحد بياخد من او بياخد من المواقع برضو اللي هيا بتاعت تصميمة الجهزة وبيعدل عليها. فده بقى اللي بالخيف من الزكاء الاسناوي. طب ما انت بتعمل زي زكاء الاسناوي. انت بتعمل زي... الاي اي اي? انت بتعمل زي جرنيل. انت بتعمل زي الفوتشوب اللي هو في الزكاء الاسناي. فانت بتعمل زيه. انت خايف من ايه? خايف بان ده. بقى يعمل زيك فانت متعرفش ل backside. ان انوا مش فهمها الصراحة. انما اللي شغال بالفعل من الصفر وبيعمل كل حاجة من الصفر عارف قيمة اللي هو بيعمله فبالتالي حوار الزكاة الاصناعي ده اصلا مش في دماغه حوار الزكاة الاصناعي ده اصلا مش في دماغه بل بالعكس ده هو ممكن يقول لا الزكاة الاصناع ده هيساعدني ان انا اقدر ان انا احسن من شغلي او ان انا اعمل حاجة او هتفيدني في شغلي يعني شوف بقى الفرق بين العقلية والعقلية فهيدي النقطة انا بكلمك عليها الحاجة مهما ان كانت انت عملها بايدك من الصفر بتكون لها قيمة افضل بكتير جدا واعلى من كتير جدا من مليون زكاة صناعية. ما انا ممكن بالفعل اروح دلوقتي اقطه من زكاة الصناعية مين لي لوجو. افتراضا اخوش دلوقتي عندي عالفوتشوب اهو. وراح اجي مثلا هنا بحدد وكاتب مثلا كلمة لوجو. افتراضا اجي هنا اهو. اراح اجي كاتب هنا اهو. واجي مثلا كلمة كاتب لوجو. لوجو كات. افتراضا انا عايز لوجو عن قطة. الزكاة مصمم عادي. يقدر يعملهول فكرة كرياتيف? لا. اهو. زي ما تشايف بص. ده بذمتك ينفع لوجو? لا. ده بذمتك ينفع لوجو? لا. ده بذمتك ينفع لوجو? لا. ده بذمتك ينفع لوجو? لا برضو. بس انا ممكن اروح لمصمم محترف. مسلا عندك على اي من المواقع اللي هي الخاصة بالخدمات المصغرة. زي فايفر او غيره. اهو. ده مسلا عبارة عن واحد بيعمل خدمة اللي هو تصميم لوجو. هل هو بالفعل حد يعني يعني في زكاة يصناعها يقدر ان هو يوصل لنقطة الابداعية ان هو يقدر يدمج بمديل افكار ويطلع له حاجة بتعبر عن الشيء اللي هو عايزه? لا. ليه بقى? لان ده مصمم من الصفر. ده بيصمم من الصفر. ده بيصمم حاجة من الصفر تماما. تمام هو اللي بيفكر فيها وبيبدع فيها وبيطلع لك الشيء ده. هي دي الفكرة. هو ده بقى المصمم الصح. مش بياخد ويعدل زي ما بيعمل. فهي دي بقى هو ده بقى الصح. ده بقى المصمم الصح. مش هو ده بقى المصمم الصح. زي ما تشاهد. حد هيستبدله? لا. اهو الراجل شغال وبيع ما شاء الله اكتر من اربعة تلاف ستة وعشرين مرة. يعني عندك وبص يعني ما شاء الله جاي له كم تقييمات اه اربعة تلاف ستة وعشرين مرة حرفيا وكل يوم يعني بيبيع وبيعمل. طيب الناس بتشتري منه اهي. رغم ان الزكاء الاصناعي ده بقى له خمس شهور. او اكتر كمان. فهل معنى كده ان هو بالفعل خلاص بسبب الشغل بتاع واقف? لأ. ليه? لان هو كمصمم مكانه محفوظ ان هو بالفعل بيقدر ان هو يفكر ويطلع شيء ابداعي. الزكاء الاصناعية عمر ما يقدر يطلعه. لان الشيء ده بيعكس الشيء او يعني بيعكس الشركة او تصميم ده او اللجو ده بيعكس الشركة اللي هو حابب يتكلم عنها. من ناحية الشغل من ناحية الشيء ده. فده عمر ما يطلع من زكاء اصناعي. عمر ما يطلع من دماغ زكاء اصناعي او تفكير زكاء اصناعي اللي هو اصلا مضرب على عمل سابقة. فعم هو مش هيتطلع حاجة جديدة. لأ هو هيتطلع فقط اللي كان موجود قبل كده يعني بيعدي العالي بشكل بسيط. انما الحاجة الكرياتيف اللي بتبتدي من الصفر زي كده? لأ. ده ما بيطلعش الا من العقل بشري. زي ما انت شايف. هي دي النقطة. ما ما ينفعش ان انت تكون واحد شغال وبتاخد تصميمات من او تصميمات جاهزة مسلا افتراضا من موقع زي ده. مسلا اللي هو بتاخد من او شيء ده كله بتاخد منه. وبعد كده تيجي تقول لي ان خاف ان زكاء اصناعي يعني ياخد اا يعني يعني هو قاعدني في البيت. لأ ما انت بتعمل زيه. حرف ان انت بتاخد تصميمات جاهزة وبتعمل زيه دلوقتي. يعني مسلا اخد تصميمات دي وعملها عندي في تصميم وبعد كده احط وركنه شكرا على كده وروحها بيها. لأ ما انت كده بتاخد تصميمات ناس تانية. فانت بتعمل نفس زكاء الاصناعي بيعمله. ان ما انت ترزم حجم الصفر زي الشخص اللي عمل ده كده في الفيديو ده او في الصورة دي. لأ انت كده مصمم. ستمنى تكون وصلة الفكرة. فما تخافش. ايا كان انت كدت ده او ده فيه غير او فيه ناس مش هتفهم تشتغل عزيه على الفوتشوب. فبالتلقى تلجأ لحد مسلا زي ما مش مصمم يعمل لها تصميم. وفيه ناس بتعرف تشغل عزيه ومحتاجة تصميم. بس التصميم فعلا حقيقي يستحق. فمش هتجأ للزكاء الاصناعي وهروح للمصمم بحقه حقيقي. فكل واحد مكانه محفوظ. كل واحد مكانه بالفعل محفوظ. عمر ما ده ياخد مكان ده. اعتمان اكون اوضحت النوطة دي بشكل مفصل وبسيط وحلو ولزيز. واشتراكم على خير بإذن الله. الفيديو الجاي. ولعجبك الفيديو. لا تنسى انك تعمل لايك. اشترك فيك وانا وتفعل الجرس. اشتركوا عن الخير بقى ان شاء الله. ومع السلامة.